ضمن حملاتها المتواصلة على مستوى المملكة لتقديم الدعم والمساعدة للعائلات المحتاجة قامت الفرق المتطوعة بجمعية الكاريتاس الأردنية باستكمال حملة الشتاء لهذا العام من خلال تقديم الدعم لنحو 150 عائلة عفيفة في لواء عين الباشا التابع لمحافظة البلقاء وقد تم تنفيذ الحملة في المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي بالتعاون مع تجمع لجان المرأة في المحافظة وبدورها شكرت مقررة اللجان في محافظة البلقاء الفيرج ريسات جمعية الكاريتاس على مبادرتها الإنسانية ودورها الفاعل لتمكين المرأة وخدمة الأسر المحتاجة في كافة محافظات المملكة ويشار أن جمعية الكاريتاس الأردنية قدمت خلال عام 2017 مساعدات لأكثر من عشرة ألاف عائلة أردنية والعائلات اللاجئة من الإخوة العراقيين والسوريين في المملكة حملتنا اليوم هي استمرار لحملة دفء الشتاء اللي أطلقناها بداية هذا الشهر ومستمرين فيها بالتعاون مع جمعية الكاريتاس الأردنية وبدعم الجمعية الكاريتاس الأردنية اللي إحنا منقدم لها الشكر الموصول وعارزين عن شكرها لأنها قدرة تتوصل هذه المساعدات وتدفي الأسر في كافة القرى البعيدة في محافظة البلقاء فقدمونا مساعدات من حرامات وصبات وسطول صحية استطعنا نصل فيها إلى حوالي 150 عائلة في لواء عين الباشا وفي مناطق أخرى من الصلط واليوم كنا في لواء عين الباشا ووزعنا لعدة قرى من عين الباشا من متسبات تجمع الجان المرأة للوطن الأردني ووزعنا حرامات وسطول صحية وكانوا عدد كبير من النساء الأقل حظا من الأسر المحتاجة وكان طبعا الشكر الكبير اللي قدمت كل امرأة بتجمع الجان المرأة لجمعية الكاريتاس الأردنية